موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارق عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهد الكريم نلتقيكم في هذه الحلقات التي جعلنا عنوانا لها قوله سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم هو حديث عن هدايات القرآن التي تنزلت علينا ليكون فيها صلاح الدنيا وصلاح الآخرة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الإشارة بهذا إن هذا القرآن في موضع آخر نحن نعلم أن الله عز وجل قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وكما يقال لكل مقام مقال هناك في آية البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه المقام هناك مقام تفخيم وتعظيم لكتاب الله عز وجل الذي ليس ثمة عظيم فوقه والمقام هنا مقام أن الهداية قريبة من الإنسان إن هذا القرآن فالإشارة بهذا تعني القرب إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم هذا القرآن الذي هو قريب منكم والقرآن قريب لأنه ميسر كما قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فالقرآن ميسر للهداية ميسر لهداية الناس متى ما أقبل عليه الإنسان وجد فيه هدايته إن هذا القرآن فكانت هذه الإشارة بهذا ليس بذلك إن هذا القرآن يهدي والأصف في كل شيء أن الإنسان يبدأ بالهداية الهداية تسبق كل شيء تسبق الخشية تسبق المحبة لذلك موسى عليه السلام قال لفرعون وأهديك إلى ربك فتخشى فالهداية سابقة للخشية الله عز وجل فالذي يخشى الله هو الذي يهتدي أولا إلى معرفة الله عز وجل ولذلك الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء الذين اهتدوا إلى معرفته سبحانه وتعالى فإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أما للتي هي أقوم فالكلام هنا كلام عام بإطلاق الله عز وجل ما حدثنا يهدي للتي هي أقوم في أي شيء أو يهدي للتي هي أقوم من أي شيء هو بهذا الإطلاق يهدي للتي هي أقوم وفي الشعر القديم الرجل الذي قال مفتخرا مكافرا بقومه وبنسبه قال إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول بيتا دعائمه أعز وأطول لم يحدد أعز من من أو أطول من أي شيء وإنما جعلها بهذا الإطلاق فذلك الشاعر المفاخر المكاثر كلامه إنما هو إدعاء يدعيه كل شاعر يريد الفخر لكن كلام الله عز وجل هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذا تغرير لحقيقة مؤكدة أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بهذا الإطلاق يعني كما نقول الله أكبر عندما نقول الله أكبر نحن لا نقيد بأي شيء الله أكبر بهذا الإطلاق أكبر من كل شيء سبحانه وكذلك يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم من كل شيء ويهدي للتي هي أقوم في كل شيء وعلى هذا في القرآن يهدي للتي هي أقوم في التصورات وفي العقائد وفي الأفكار وفي الاجتماع الإنساني كيف يجتمع الناس كيف يرتبون أحوالهم في السلوك الأخلاقي في أي باب من أبواب الحياة القرآن يهدي فيه للتي هي أقوم ومن هنا نحتاج مرة من بعد مرة أن ننظر في هذا الكتاب المجيد أن ننظر في القرآن الكريم وهذا النظر ينبقي أن يقوم على منهج على طريقة نتواصى بها في التأمل والتدبر للقرآن الكريم وأول هذه المناهج في النظر للقرآن الكريم أن نستجعر أن هذا القرآن يخاطبنا نحن يعني القرآن كما نعلم فيه الذين كتبوا في القرآن وألفوا التفاسير نظروا في أسباب النزول أسباب النزول مهمة جدا في فهم القرآن وفي شرح القرآن لكن في التدبر لا ينبقي على المسلم أن يذهب فيقول هذه الآية نزلت في فلان أو هذه الآية نزلت يعني آية نزلت في أبي جهل أو نزلت في منافق أو نزلت في يهودي هذه نماذج موجودة وجدت قديما وستظل باقية في دنيا الناس أو في الصورة المشرقة الأخرى آية نزلت في أبي بقر الصديق رضي الله عنه أو في عثمان رضي الله عنه أو في غيرهما من الصالحين هذه أيضا النماذج المشرقة فنحن عندما نقرأ القرآن نشعر أن هذا القرآن يخاقبنا نحن فإذا مررنا بآية لا نصيفها إلى الذي نزلت فيه وإنما ننظر أين نحن من هذا النموذج فإن كان النموذج نموذج خير وبر وصلاح نظرنا في أنفسنا أين نحن من هذا الصلاح ومن هذا الرشد ومن هذا الفلاح فنحاول أن نقترب من هذا النموذج وإذا كان النموذج في الصفحة الأخرى المظلمة نموذج منافق أو مشرك أو طاغية أو ظالم أو قل ما شئت من شيء في هذا الباب ننظر كذلك في أنفسنا لننظر أين نحن من هذا النموذج فنجتهد أن نجانب أن نباعد بين أنفسنا وبين هذا النموذج غير المرتضى وبهذا يكون القرآن منهج حياة للمسلم يحيا به لأن القرآن ما نزل ليكون مجرد قصص في الماضين من الناس وإنما هو منهج حياة فيصبح منهج حياة متجدد في حياة المسلم يوم أن تكون صلة المسلم بهذا الكتاب بهذه الصورة أن هذا القرآن يخاطبه هو ولا يخاطب الذين نزل فيهم ثم كذلك مما ينبقي على المسلم وهو يقرأ القرآن أن يلتفد إليه أن القرآن كالكلمة الواحدة كالكلمة الواحدة الذين كتبوا في البكي والمدني من المشتغلين بعلوم القرآن أيضا هذا علم شريف يعين على الفهم ويعين على التأمل وعلى النظر لكن القرآن من أول يوم كان كلمة واحدة يعني ليس هناك قرآن نزل في مكة يختلف عن القرآن الذي نزل في المدينة وإنما هو كالكلمة الواحدة القرآن يفسر بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا وهو كالكلمة الواحدة كما قلت من أول يوم الذين قالوا إن القرآن مثلا القرآن المكي يحدثنا عن العقائد عن اليوم الآخر عن الجنة عن النار عن توحيد الله عز وجل وأن القرآن المدني فيه تفصيل الشرائع والأحكام وتفصيل العبادات ومثل هذا هذا الكلام على القلبة يعني الغالف في المكي هذا والغالف في المدني هذا لكن ليس يعني بأي حال من الأحوال أن المكي هو فقط فيه أمر العقيدة وأن المدني هو فقط أمر التشريع لأن الذي يقول بهذا القول سيفاجأ أن القرآن المكي فيه كلام عن المطففين في الميزان ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون هذا كلام عن فساد في المعاملات المالية وفي البيع والشراء وهو في القرآن المكي فإذا قال الإنسان أن القرآن المكي فقط يتناول العقيدة سيفاجأ أن في القرآن المكي مثل هذا الكلام الذي يتناول المعاملات بين الناس وكذلك في القرآن المدني وكذلك آية الشورى مثلا هي آية نزلت في المدينة تعلمنا أن عفوا هي آية الشورى أيضا آية مكية آية الشورى آية مكية الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والشورى كما نعلم هي منهج حاكم لاجتماع المسلمين في كل أمر من أمورهم فهي نزلت في مكة قبل المدينة قبل قيام الدولة لتؤكد للناس هذا المنهج الواحد من مكة إلى المدينة فالقرآن بهذا المعنى أن القرآن كالكلمة الواحدة ثم إن القرآن يفسر بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا معنى يكون مجملا في موضع يوضح أو يفصل في موضع آخر يعني إذا قرأنا في القرآن الكريم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم هذه الآية التي نكررها في كل ركعة إذا صلينا لله عز وجل ندعو بها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فمن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم الذين أنعم الله عليهم سنجد تفسيرهم وبيانهم في سورة أخرى الله عز وجل يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وعلى هذا فنحن عندما نقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم نعني أننا نسأل الله في كل قراءة للفاتحة أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة